اشتركوا في القناة وقفتا إلى أن الفقيد كان من قادة الصف الأول لثورة الرابع عشر من أكتوبر ومن أبرز المشاركين الفاعلين في ثورة السادس العشرين من سبتمبر وعبر فخامة الرئيس عن أحر التعازي وصادق المواسى بهذا المصاب الأليم مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وعلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على ضرورة تعزيز وتطافر جهود في محافظة مأرب لاستمرار دورها كنموذج في الاستقرار والتعافي الاقتصادي والصمود في وجه القلاب الحوثية المدعوم إيرانيا وإفشار المخططات التي تحاك ضدها مشيرا إلى أن محافظة مأرب كانت السباقة في كسر غرور الميليشيا الحوثية والانتصار للنظام الجمهوري بفضل تكاتف جهود قبائلها واستفافهم إلى جانب الشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية والجيش الوطني جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره رئيس الوزراء مع محافظ مأرب ألواء سلطان العرادة للاطلاع على مستجدات الأوضاع وجهود قيادة السلطة المحلية والتنفيذية في جانب التنموية والخدمية وتقديم الرعاية للنازحين في المحافظة والتنسيق القائم مع المنظمات الدولية في هذا المجال والاحتياجات المطلوبة وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بالتحقيق العاجل في جريمة الاغتيال الإرهابية والآثمة التي استهدفت الشابين أحمد فؤاد ورفيق محمد طارق بعد اختطافه من قبل عناصر خارجة عن النظام والقانون في العاصمة المؤقتة عدن وشدد رئيس الوزراء على ضرورة كشف الجناء وملاحقتهم وتقديمهم للمحاسبة لينالوا جزائهم العادل والرادع مؤكداً أهمية تضافر الجهود لتفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية والمتطرفة ومساعيها لزعزعة الأمن والاستقرار والسكنة العامة للمجتمع استهدفت مدفعية القوات المشتركة تجمعات وثكنات عسكرية في جبهة باب غلق بمدرية قاطبة شمال غربي الضالع وأكدت مصادر عسكرية أن مدفعية لواء ثلاثين مدرع والقوات المشتركة استهدفت ثكنات وتحصينات عسكرية تابعة لمليشة الحوث الانقلابية على تخوم منطقة حبيل العبدي وباب غلق شمال الفاخر بقاطبة وأفقا للمصادر سقط عدد من القتل والجرح من عناصر مليشيات الحوث الانقلابية المدعومة إيرانيا شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية عدة على مواقع وتحركات المليشة الحوث المتمردة المدعومة من إيران غرب محافظة مارب وقالت مصادر مطلعة أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات جوية مواقع وتعزات قتالية لمليشة الحوث المتمردة وضافت المصادر أن الغارات طالت أطقما وآليات عدة لميليشي الحوثي المتمرد كانت في طريقها إلى جبهة القتال بسروح وذكرت المصادر أن الغارات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي وتدمير أطقم وأسلحة تواصلت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة وميليشي الحوثي المدعومة إيرانيا من جهة أخرى في جبهة سروح غرب محافظة مارب وقالت مصادر مطلعين المواجهات العنيفة اتسعت بين الجيش الوطني وميليشي الحوثي المتمردة مستخدمة فيها كافة أنواع الأسلحة وضافت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من سعادة عدة مواقع هامة منها قرية الديرا الاستراتيجية المطلة على كافة خطوط إمداد ميليشي الحوثي شرق الجبهة وذكرت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشي الحوثي وتدمير طقمين حوثيين نهاية الموجزة أشكر لكم طيبة المتابعة دمتم في أمان الله